شارك وزير الموارد المائية والريم محمد عبد العاطي افتراضيا في جلسة تحرية المياه منهجيات لمحلية الإدارة للمياه والتعامل مع المناخ والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة أكد الوزير محمد عبد العاطي على أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس والمعني بقطاع المياه مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين ملفي المياه والمناخ مشيرا إلى أن العام الحالي يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولي وعلاقاتها بتغير المناخ